اشتركوا في القناة ماديا ومعنويا وليوم احنا كذلك بصفتنا رئيس بلدية قديل وبرفقة المجتمع المدني كنا منذ الوهلة الاولى في الواجهة وقمنا بالتكفل وتقديم المساعدات للمصابين ان شاء الله باذن الله تعالى يرجعوا سالمين غانمين الى اهلهم ودويهم بعين تموشنت والمتوفي رحمه الله تعالى برحمته الواسعة وندعو لأهله الصبر والسلوان وشكرا وشزاكم الله خيرا معكم موشي كريم رئيس اللجنة الولائية الهلار احمر الجزائري وليات وراد اليوم رأنا على مستوى مستشفى قديل لزيارة اخواننا الشباب والمناصرين وليات موشنت بعد الحادثة التي وقعت الحادثة الاليم التي وقعت هنا على مستوى دائرة قديل الحمد لله بعد الاتمان عليهم رأنا في حالة جيدة نشكر السلوطات المحلية اليوم كانت تيارة السيد والي ولاية طهران مع السيد والي ولاية عيد موشت مع السيد رئيس مجلس شعبي الولائي وكذلك رئيس بلدية رئيس بلدية قديل طاقم طبي لمؤسسة قديل رقائم بالواجب نشكرهم ويبقى دائما الهلار احمر الجزائري الدلال الانساني للدولة الجزائري جئنا في هذه الامسية المباركة وفي يوم الجمعة هذا اليوم المبارك بمعية أخينا الأستاذ رئيس المجلس الشعبي البلدي بدائرة قديل لنواسي إخواننا المتضررين بسبب حادث المرور الذي ألم بهم في هذا الطريق المزدوج فنسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيهم وأن يعافيهم وأن يخفف عنهم الآلام والأوجاع والأضرار كما لا ننسى الفقيد الذي فقدوه جراء وإثر هذا الحادث المرور وهو السائق نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يتقبله في الصالحين ومن لم يموت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجر مسمى والحمد لله رب العالمين معكم مناصي الشباب عينتي موشنت الشيخاوي زيندين عمار من ولاية عينتي موشنت اليوم نتأسف على الحادث المرور التي يسراننا تقدرت وقدر الله مشاء فاعل الحمد لله يا ربي إصابات خفيفة وحالة وفاة وواحدة بالأخص نشكر الطاقم الطبي على مساعدة عاه نشكر رجال الأمن والحماية المدنية ونشكر السيد الوالي ولي وران ونشكر الوالي وليت عينتي موشنت ونشكر رئيس شباب عينتي موشنت هو ولي طالبي ونشكر الفنان حميد والحلول اللي جاعدنا اليوم فرحنا وقالنا كلمة شابا وحافزنا ونشكر للاعبين عن شباب عينتي موشنت اللي شرفونا الحمد لله قدر الله ومشا أفعل